وللوقوف أكثر على استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وازديادها في ظل تقدم قوات الشرعية على عدة جبهات ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الناشط الحقوق اليمني السيد توفيق حميدي مرحبا بك معنا مرحبا بك أخي الكريم و بجميع مشاهدي قناتكم الكريمة أهلا وسهلا في ظل التقدم الميداني الذي تحقيقه قوات الشرعية إدارة مخيمات اللاجئين تقول إن ميليشي الحوثي تحرض على قصف نازحي مأرب بماذا تفسر تصميم ميليشي الحوثي على استمرار قصف المدنيين والنازحين نساء الخير أخي الكريم جماعة الحوثي تحاول من خلال قصف مخيمات المهاجرين قصرا داخل الجمهورية اليمنية إلى وضع المجتمع الدولي في حالة من الحرق للاستجابة لكثير من شروطها وإملاءاتها اليوم جماعة الحوثي تكثف هذا الضغط على مستوين سواء المستوى الأول هو المستوى الداخلي في محافظة مأري والمستوى الخارقي هو قصف مناطق حيوية ومنشآت مدنية داخل المملكة العربية السعودية لتحسن شروطها على طاولة المفاوضات ولإحداث مزيد من الحرق للمجتمع الدولي طبعا بعد الاستهدافات المكشوفة والتي كشفتها المنظمات الحقوقية على المستوى الداخلي أو المنظمات الكبيرة الخارجية منها منظمة الهومن رايت سووتش بدأت جماعة الحوثي تتحدث عن ما يسمى جماعات إرهابية متطرفة تختبئ خلف هذه المخيمات بحق إيجاد مبرر أو تحسين صورتها بأنها تكافح الإرهاب في محافظة مأري وهي حقيقة إدعاءات بعيدة عن أرض الواقع ومخيمات اللاجئين مفتوحة لكل المنظمات الحقوقية والإعلامية التي تعرف حقيقة ما قرى وما يقري لدرجة أن جماعة الحوثي تتحصن أحيانا ببعض هذه المخيمات خاصة المخيمات التي أصبحت في دائرة المعارك الدائرة اليوم وتقوم بقصف قوات الحكومة الشرعية من خلالها إذا كان السهداف المدنيين يشكل جريمة في القانون الدولي الإنساني لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات المجتمع الدولي اليوم للأسف الشديد يحاول أن يمسك العصى من الوسط ويحاول أن يظهر بأنه بمنظر الوسيط هو دائما يتعلل بأنه لا يمكن أن يمارس ضغطا في نفس الوقت يكون وسيطا وهذا ما رأيناه في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن عندما أتت مباشرة ووضعت الملف اليمني على سلم أولوياتها أول خطوة بدأت فيها بإزاحة جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية بحقة أنها أولا بحقة الوضع الإنساني والناحية الثانية بحقة أنها تريد أن تمارس دور الوسيط بين الأطراف اليمنية ولا يمكن أن تكون دور الوسيط بدون أن ترفع هذه الجماعة من قائمة الإرهاب اليوم المجتمع الدولي يمارس هذا الدور جماعة الحوثي ترى أن نفسها اليوم جماعة منفلتة بمعنى أنها ما دام غير معترف فيها وغير ممثلة في المنظمات والمؤسسات الدولية فأنها ترى أن هذا المجتمع والقوانين والالتزامات في حل من أمرها مع أنها تطلب دعم هذا المجتمع في نفس الوقت ولذلك المجتمع للأسف الشديد أصبح عاجزا للأسف الشديد وأصبح يداري جماعة الحوثي في كثير من الملفات ولو كانت على حساب الجانب الإنساني كما نرى في ملفات أو في مخيمات النازحين في محافظة ماري أستاذ توفيق من ناحية أخرى في تقرير موثق ثبت تعاون ميليشيا الحوثي وتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة في العديد من العمليات الإجرامية باليمن هل يمكن أن تعيد أمريكا الميليشيا على قوائم الإرهاب مجددا بعد ثبوت هذه التقارير وجود عملية تخابر وعملية تنسيق كبيرة بين جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية على رأسها داعث ليست جديدة وهي ليس الأخيرة الذي تحدث عنه التقرير الحكومي الموجه للمجلس الأمن الدولي هناك إشارات كانت واضحة في تقارير صدرت للتحقيق نحن كنا أصدرنا تقرير في منظمة سام عن وجود تخابر واضح بين القاعدة وجماعة الحوثي وأن مقاتلية الحوثي تحولوا إلى قاعدة ثم تحولوا إلى جماعة الحوثي وظهر الشهود الذين أكدوا هذا الأمر على قنوات فضائية يمنية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لجماعة الحوثي بأنها جزء من استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط هي لا تنظر اليوم لليمن كحقل منفصل عن الشرق الأوسط التي تريد إعادة هندسة نعم على ما يبدو أن الاتصال انقطع أحد الملاحق التابعة إعادة هندسة كنت قد تكلمت عن إعادة هندسة ما وانقطع الصوت بشكل نعم الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة هندسة الشرق الأوسط من خلال البوابة الإيرانية بمعنى إعادة الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات وترى بأن اليمن هو أحد الحقول التابعة لإيران وليس حقلا منفصلا وبالتالي هي لا تريد أن تتخذ مواقب بما فيها قضايا الإرهاب لأنها ستقع في حرق تفاوضي وحرق في استراتيجيتها في هذا المسار على المستوى الإنساني سيد توفيق هل تعتقد أن العمليات العسكرية الأخيرة يمكن أن تفتح مجالا أوسع لتقديم مساعدات إنسانية لليمنيين وهذا المجتمع الدولي مستعد لتقديم هذه المساعدات بالفعل أنا باعتقاد اليوم جميع الأطراف هو محتاج للمساعدات الإنسانية وجميع الأطراف سيكون راضية يعني مقبرا أو راضيا بإدخال هذه المساعدات اليوم لا تستطيع جماعة الحوثي أن تتحمل التكلفة الإنسانية بمفردها وكذلك مناطق الحكومة الشرعية لا تستطيع أن تتحمل التكلفة الإنسانية بمفردها اليوم العملية الإنسانية للأسف الشديد تحولت إلى أحد الأوراق السياسية هذه هي الإشكالية الكبرى إضافة إلى ذلك إلى وجود اتهامات فساد كبرى للمنظمات الدولية وللأطراف المسيطرة على الأرض الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة لم تتقدم إلى حد اليوم باستراتيجية جديدة بمعنى أن توجد استراتيجية مستقلة عن هيمنة الأطراف لوصول مثل هذه المساعدات وبالتالي هذه هي الإشكالية لكننا باعتقاد أن العمليات العسكرية صحيح ستبطئ نوعا ما لكن كل الأطراف بالنهاية مقبرة على وصول هذه المساعدات إلى مستحقية شكرا لك أستاذ توفيق حميدي كنت معنا عبر سكايب الناشط الحقوقي اليمني